كما في كل بداية فصل الشتاء من كل عام ومنذ نزوحه من منطقته بريف حمان يتفقد محمد حبال خيمته وسواتيرها المجددة لتقاوم قسوة الشتاء المحتملة التي يمكن أن تصيب المخيمات بالغرق أو الانجراف بالمياه والله علقاء سياسي أنه مبين من أولته يعني ليك جهزنا الأمور نحن شدنا الحبال وزبطنا الوضع حطينا بطانيات شرينا بطانيات وحطيناهن لحد الآن ما اجانا يعني دعم بطانيات مثل الحطب وفحم هيك ما اجانا خالصة ما اجان eppo مشترينا يعني هال الكمية محدودة ليعننا يبعدل المصاري اللي عنها مشترينا كمية حطب charges تدرات اوكو اوضودي عندك شئ يعني احسا ما بتروح يكون عندك مصروف يعني بدك تصرف في لئ البيت بدك تروح تشتري فيه حطه بجباري يعيشوا في مخيم الجسر بمدينة عفرين عشرات العائلات وفي كل عام يعتمدون على مدخراتهم التي يجنونها في الصيف لتدعيم خيامهم في فصل الشتاء بعد أن فقدوا الأمل بتدخل جاد من المنظمات لتحسين أوضاعهم يعني أنا صار ليس 12 سنة يعني ليك خيامي اليوم طرى كلها مجهود شخصيها يعني ما في دعم من منظمة مثلا اليوم مثلا تجي على المخيمات أول شتوية شو من سلزمات المخيمات من تجهيز خيام مثلا نحن اليوم بطانيات وعوازل كله شخصي كله تجهيز شخصي اللي بنوفره بالصيف تجي أول شتوية بنحطه كل شهر أنت بجوز من أنت عم تطالع لك 50 دولار طيب شو مده تتزبط هاي شو مده تتزبط معك شي لك عن الأدوية شي لك عن الأطفال المريضة شي لك اليوم يعني اليوم اللي عنده مثلا المريضين ثلاثة بالبيت ما بيوفر شي خالص يخشى المقيمون في المخيمات ومهما بلغ مستوى بنيتها من تسرب المياه إلى داخلها أو انجرافها مع هطل الأمطار وسط مطالبات متكررة بتقديم الدعم المناسب لهم لا تختلف الصورة عما كانت عليه قبل سنوات وقود وحطب وخبز وسلات غذائية هي أقصى ما تقدمه المنظمات للمقيمين في المخيمات فلم تغير من حالهم شي لتستمر معاناتهم في كل فصل على أمل أن يكون الحل النهائي هو عودتهم للديار المهجرين عنها منذ سنوات هذه طاطن تلفزيون سوريا مخيم الجسر مدينة عفرين رفو حلب الشمالي